فتحت الحرب على تنظيم داعش في العراق الباب واسعاً أمام سيطرة كيان عسكري اسمه ميليشيات الحشد فمن خلال تلك الحرب باتت الميليشيات الموالية لإيران تحكم سيطرتها على أهم مراكز السلطة والقرار في البلاد وبعد أثمان باهظة دفع فاتورتها العراقيون تعود التحذيرات الدولية من خطر توسع نفوذ ميليشيات الحشد إلى ما هو أبعد من حدود العراق فبحسب دراسة مفصلة لمعهد تشاتام هاوس البريطاني فإن إيران تسعى من خلال وكلائها إلى شن الهجمات المتواترة في الإقليم بهدف الحفاظ على شرعيتها بين وكلائها في حين يستفيد الوكلاء من هذه الهجمات من أجل تحقيق مصالحهم والاستمرار في الهيمنة وتخويف الشارع العراقي فيما بات من ضروب المستحيل أن تتخلى الميليشيات عن العملية الديمقراطية الزائفة في العراق وهي على استعداد وفقا للمعهد للقيام بانقلاب شامل بدعم من ميليشي حزب الله اللبناني والقوى المتحالفة معه في المنطقة للبقاء في السلطة كما أنه بات واضحا أن ميليشيات الحشد لن يتم حلها أو دمجها بقوات الأمن الحكومية كما يتم الترويج لذلك بل هي باقية وستواصل نهب مليارات الدولارات من المال العام وبوحشية في قبال ذلك يصف معهد تشاتام هاوس السوداني بالدمية ويقول أن القوى الحقيقية في العراق هم ثلاثة أمراء حرب مرتبطون بإيران وهم زعيم ميليشيا العصائب الخزعلي وزعيم ميليشيا بدر العامري وزعيم حزب الدعوة نور المالكي فمن خلال هؤلاء وحلفائهم أحكمت الميليشيات قبضتها على جهاز المخابرات ومطار بغداد وهيئات مكافحة الفساد والمراكز القمرقية والمنافذ الحدودية ناهيك عن المؤسسات الكبرى مثل وزارة الداخلية كما أن نفوذ الميليشيات وصل إلى مجلس القضاء الأعلى الذي مكن بدوره الميليشيات من السيطرة على الحكومة رغم الهزيمة المذلة في انتخابات عام 2021 بعزوف أكثر من ثمانين بالمئة من الناخبين اقتصاديا تتنافس الميليشيات مع بعضها البعض على لهيمنة شبه العسكرية والتجارية عبر المكاتب الاقتصادية لا سيما في المحافظات المنكوبة إذ تستنزف بشكل طفيلي كل دينار من مصادر الدخل المحلية وليس انتهاءا بالاستيلاء على أراضي شاسعة وآلاف المنازل واعتبارها غنائم حرب بعد تغييب وتهجير أصحابها ترجمة نانسي قنقر